أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم الخدمة الطبية بمستشفيات الأمراض الصدرية بجميع المحافظات لمائة وواحد وعشرين ألفا وتسعمائة وثمانية مرضى خلال شهر يوليو الماضي وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان حسام عبدالغفار أنه تم تقديم خدمة الأشعة بمختلف أنواعها لخمسة وثلاثين ألفا وأربعمائة وواحد وثمانين مريضا كما تم عمل مائتين واثنين منظارا شعبيا وصدريا لافتا إلى أنه تم القيام بثلاثمائة جراحة صدر من ضمنهم ثمانية عشرة جراحة كبرى وخمسة عشرة جراحة ذات مهارة فائقة